بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات كان الحديث في الجلسة الماضية تحت عنوان أن مفهوم الوجود مشترك معنوي وقد تم الكلام في نقاط متعددة في النقطة الأولى وهي دراسة الدافع لجعل هذه المسألة من المسائل الفلسفية فكما تعلمون البحث في أنه هالمفهوم الوجود مشترك لفظي أو معنوي هو مسألة من مسائل المباحث اللغوية ولا ربط له كما بينا في هذا المضمار في الشأن الفلسفي وبينا وطرحنا مجموعة من الدوافع التي تلتمس في جعل هذه المسألة مسألة فلسفية تدرس في الفلسفة من قبيل رفع الاشتباه ما بين المفهوم والمصداق على مستوى الوجود وكذلك التأسيس لبحث وحدة حقيقة الوجود وهناك كما نعبر مجموعة من النقاط الأخرى عمومية من الوجود وغيرها تقرأ وتصنف في هذه التصنيفات ثم ذهبنا إلى ماذا؟ ذهبنا إلى بيان الأدلة الثلاثة التي ساقها المصنف قد استسره في إثبات أن مفهوم الوجود هو مشترك معنوي وليس لفظي وحاصل هذه الأدلة الثلاث يمكن لنا أن نجعل هذا الحاصل على مستوى هذه العنوين والباحث الكريم يمكن له ماذا؟ يمكن له أن يرجع ويتعمق في هذه الأدلة وغيرها من الأدلة التي قد تساق في هذا الشام النليون الأول والذي تحدثنا عنه في وحدة المقسم في جميع الأقسام وبالتالي مهما كانت هذه القسمة سواء قسمة لأشياء عينية خارجية أشياء ذهنية وهذا من باب أولى لابد من حضوري من حضوري المقسم في جميع ماذا؟ في جميع الأقسام النقطة الثانية أو الدليل الثاني الذي كذلك تحدثنا به وهو أن الشك في المصداق لا يستلزم من الشك في المفهوم إذ أن المفهوم أمر ثابت وكما بينا أن هناك قرعا وطرقا على الباب بغض النظر عن ماذا؟ عن مصداقي الحاصل الذي حصلنا عنه أن هناك ماذا؟ أن هناك كان كان طرقا للباب الآن بغض النظر التفتنا من الطرق كيفية الطرق بماذا الطرق وما شابه ذلك هذه كلها تأتي ماذا؟ قد تختلف هذه المصادق باختلاف صاحبها أو باختلاف زمانها ووقتها وما شابها ذلك إلا أن هذا لا يلغي ماذا؟ لا يلغي أن الباب قد قد طرق وهذا أيضا من الأدلة التي تساق في هذا الشأن الدليل الثالث والذي كان حاصله ومتحصله أن نقيض الواحد واحد يعني لا يمكن ماذا؟ لا يمكن لا يمكن أن يكون أن يكون نقيض الواحد غير واحد يعني عندما قلنا أن العدم هو نقيض الوجود وهذا كما بيناه أنه شيء وجودي وأن للعدم ليس له إلا ماذا؟ ليس له إلا إلا معنى واحد فبالتالي إذا كان هذا النقيض الذي يناقض الوجود لا يوجد له إلا معنى واحد فإذن الوجود لا يوجد له إلا معنى واحد وهذا مفاد ماذا؟ مفاد هذا الاستدلال بالتالي عندما نقول نقيض يعني ماذا؟ يعني هناك هناك كما نقول حالة من التوازي إنجاز التعبير بينما إذا قلنا عدم يعني يناقضه ويقابله الوجود وإذا قلنا وجود يقابله ويناقضه العدم وبالتالي لا توجد هناك أي حالة من كما نقول يعني النقيضان كما نعبر في المنطق لا يرتفعان ولا يجتمعان هذه نقطة نقطة مهمة جدا فيما بعد هذه الأدلة يذهب المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى قضية ماذا؟ إلى قضية القول والحديث عن الذين قالوا بالاشتراك بالاشتراك اللفظي دون المعنوي نقرأ العبارة ومن ثم ندخل في بياني هذه العبارة ماذا يقول المصنف قدس السر يقول والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء أو بين الواجب والممكان إنما ذهبوا إليه حذرا من ماذا؟ من نزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقان أو بين الواجب وال والممكن أو بين الواجب وال والممكن هذه كما نقول هذه المقولة طبعا هذه المقولة وهذا كما نقول الآن مورد مورد كما يعبر عنه أنه طرح أن المفهوم الوجود هو مشترك لفظي وليس معنوي منشأ هذا الخلط أو منشأ هذا الذي نعبر عنه بأنه عدم فهم أو عدم درك هو ماذا؟ هو أنهم هربوا من القول بالاشتراك المعنوي حذرا من ماذا؟ حذرا من لزوم السنقية بين العلة والمعلول مطلقا أو بين الواجب والممكن يرد المصنف هنا وسنرد بردود أخرى من الردود طبعا هذه الردود المتقدمة أو هذه الأدلة المتقدمة بنظر أهل العلم أنها كافية في الرد على أن الوجود هو مشترك معنوي وليس بالأرض لكن يزيد في الردود ويقول ورد بأنه ويرد بأنه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة فإن إذا قلنا فإن إذا قلنا أن الواجب أن الواجب موجود فإن كان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من وجود الممكن لزم الاشتراك المعنوي وإن كان المفهوم منه ما يقابله وهو مصداق نقيضه كان نفيا كان نفيا لوجوده مصداق نقيض الوجود الممكن ما هو مصداق نقيض الوجود الممكن العدم كان نفيا لوجوده لوجوده تعالى عن ذلك وإن لم يفهم منه شيء كان تعطيلا للعقل عن المعرفة وهو خلاف ما نجده في أنفسنا بالضرورة الآن لو نذهب إلى هذا الكلام هذا الكلام كان عنده طائفة من المتكلمين أو عند المتكلمين بتحديدا كما ينقل أهل العلم كانت هذه القضية موجودة عند أبي الحسن الأشعري وكذلك أبي الحسين المعتزلي ومجموعة من أتباعهم ومريديهم أن ماذا مفاد قولهم أن معنى الوجود أن معنى الوجود في كل شيء هو ماذا هو عينه ما هي الوجودة وبالتالي وبالتالي الاشتراك هو فقط ماذا هو اشتراك اللفظي يعني فقط ماذا فقط من جهتي من جهتي لفظ الوجود لفظ الوجود وهذا ما نراه في كثير من الكتب إذا ما أردتم أن تراجعوا شوارق الإلهام وغيرها من الكتب التي تتحدث عن هذه القضية دليل هذه الفئة التي قالت أن ماذا أن الوجود في كل شيء هو عين ماهيته وأن هذا الاشتراك إنما هو من جهتي من جهتي لفظ الوجود دليل هذا هؤلاء أن الاشتراك المعنوي للوجود موجب لرفع الفرق بين العلة والمعلوم والواجب والممكن ما السبب ما هو كما يقولون التعبير أو ما هو نحو الاستدلال الذي يساق يقولون لأن هذه القضية قضية أنه سيكون معنى الوجود أو معنى العلة ووجود المعلول بين هذين الوجودين أو بين الممكن والواجب لأنه في هذه الصورة سيكون معنى وجود العلة هنا ووجود المعلول ومعنى وجود الواجب والممكن كما يقولون كل هذه المعنى هي ماذا هي على حد سواء وهي ماذا وهي كما يقولون هي من سنخ واحد هي من سنخ واحد وبالتالي ماذا وبالتالي هذا كما يقول يجيرها ويصيرها أن تكون ماذا أن تكون أن تكون مشتركا على حد زعمهم غير متحقق أصل هنا إذا ما أردنا أن نذهب إلى هذه النظرية ونفصل هذه النظرية ونرد على هذا القول أن هذا الذي فهمتموه أنه وجود لفظي وأن حذرا من هذه من تحقق السنقية بين العلة والمعلول والواجب والممكن ونشبه ذلك هذا بطلانه واضح إذا ما أردنا أن ندخل في تفنيد بطلاني تفنيد بطلاني هذه الأقوال نقول أولا أن أصل السنقية بين العلة والمعلول هذا أصل عقلي وبالتالي هذا الأصل العقلي لا يمكن إنكاره غير قابل للإنكار لأنه في هذه في هذه الصورة يجب أن يظهر كما يقولون أي أثر أي فعل أي شيء أي مؤثر أي فاعل وبالتالي ماذا؟ وبالتالي هذا كما يعبر أن هذا هذا الكلام هو على ماذا؟ على خلافه على خلاف الواقع وهذا ما سيكون له من البحث بسعة إن شاء الله في المراحل التي إن شاء الله ستأتي إذن أصل أصل أن نقول أصل أن نقول أصل السنخية بين العلة والمعلول هذا كما يقولون أصل ماذا؟ أصل العقلي لا يمكن إنكاره لا يمكن تجاوزه وسيأتي الكلام إن شاء الله عنه بتفصيل ثام النقطة الثانية النقطة الثانية التي أيضا يمكن الرد فيها أن هذا الاشتراك المعنوي للوجود مرتبط بماذا؟ مرتبط بمفهوم الوجود لا يمكن لنا أن نقول أن هناك اشتراكا معنوي للوجود بغير ماذا؟ بغير النظر والرجوع إلى ماذا؟ إلى مفهوم الوجود وإلى مفهوم العلية والمعلول إلى مفهوم الواجب والممكن وغيرها من القضايا التي تساط وهذه كما يعبر عنها بأنها ماذا؟ بأنها أوصاف واقعية عينية لماذا؟ للوجود خارجية للوجود فبالتالي ماذا؟ فبالتالي هنا نقول أن هناك خلطا على مستوى ماذا؟ على مستوى مفهوم الوجود وعلى مستوى بيان حقيقته وبيان واقعيته هذه كما يقولون هذه كما يقولون في الدليل الدليل الثاني فضلا عن ماذا؟ فضلا عن هذا الكلام أنه ماذا؟ أن المصنفة في رده في المثل المثل ماذا يقول؟ يقول هذا يعني كما يقولون هذا إشكال على هناك إشكال على هذه القول وعلى هذه النظرية أنه ماذا؟ أنه تعطيل للمعرفة لو رجعنا إلى كلمة المصنف في هذا المجال لرأينا أنه ماذا؟ لأنه هذا الكلام الذي يساق مرده أو يرد بشكل قاطع أنه هذا تعطيل للعقول عن المعرفة فإن إذا قلنا يقول فإن إذا قلنا أن الوجوب أن الوجوب موجود فإن كان المفهوم منه المعنى الذي يفهمه من وجود الممكن لازم الاشتراك المعنوي وإن كان المفهوم منه ما يقابله وهو مصداق نقيضه والذي قلنا أنه العدم تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك وإن كما نقول عفوان المصنف وإن لم يفهم منه شيء كان ماذا كان تعطينا للعقل عن المعرفة إذ لا يمكن للعقل أن يقول بهذا القول وهذا كما نعبر عنه وكما عبر المصنف عنه بماذا بأنه خلاف ما نجده على مستوى أنفسنا بالضرورة إذن المتحصل من هذه الأدلة وإن شاء الله في مراحل قادمة سيكون لدينا الحديث عن ماذا عن بعض المفاصل أو بعض المفردات التي لم نتوقف عندها خشية التداخل وعدم تأسيس المقدمات اللازمة إن شاء الله في القادمات سيكون لدينا الكلام حولها نصل بالكلام إلى ماذا إلى الفصل الثالث والذي عنونه المصنف بأن الوجود زائد على المائية عارض عليها أو عارض لها هنا المصنف عندما يبتدئ الكلام في هذا الفصل لابد أن نقف عند تاريخ هذه القضية والدافع طبعا أول من طرح هذه المسألة طرحها الفرابي والهدف من طرحها أن هناك فئة من المتكلمين فئة من المتكلمين اعتبرت أن الوجود في كل مورد كما يعبر بالنص يقول اعتبرت أن الوجود في كل مورد كل ماهية هو عين أو جزء تلك الماهية ومع الالتفاة ما بين الفصل الماضي وهذا الفصل الذي تحدثنا فيه عن الاشتراك المعنوي واللفظي هو أنه ماذا أن معنى الوجود سيكون ماذا في كل مورد كل مصداق عين ذلك المصداق وبالتالي هذا البحث قريب بجهة من هذه الجهة مع الذي تقدم في الفصل الماضي في أن الوجود أو أن مفهوم الوجود هو مشترك معنوي طبعا هذه المسألة طرحها الفرابي في فصوص الحكم ويقول بكتابه وهذا الكتاب هو موجود يقول الأمور التي قبلنا لكل منها ما هي وهوية وليست ماهيته هويته ولا داخل في هويته ولا الهوية داخل في ماهية هذه هذه الأشياء فإذن هنا سيكون هذا البحث هذا البحث في مقام ماذا في مقام الرد على على بعض المتكلمين كما أسلفنا أن الهدف من طرح هذه المسألة هو مواجهة هذه الأفكار التي كانت موجودة عند فئة من المتكلمين والتي اعتبرت أن الوجود ماذا أن الوجود في مورد كل ماهية هو عين أو جزء تلك تلك الماهية وبالتالي هنا سيحدث هناك كما يقولون بيان لمجموعة من القضايا لكن نقرأ هذه العبارة ونختم إن شاء الله على أمل أن تكون محاور البحث بشكل أوضح وشكل أشمل إن شاء الله في الجلسة القادمة يقول في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر لكل مفهوم فللعقل أن يجرد الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو عن الوجود فيعتبرها وحدها فيعقلها ثم يصفها بالوجود وهو معنى العروض فليس للوجود عينا للماهية ولا جزء لها والدليل إن شاء الله سيكون الكلام عنها في الجلسة القادمة لكن فقط نؤكد أن هذه المسألة طريحت على مستوى مسائل هذا العلم ردا على ماذا ردا على بعض الأفكار التي كان يسوقها بعض المتكلمين فيذكر الدليل المجموعة من الأدلة وإن شاء الله نقف عند هذه الأدلة بشكل تفصيلي وبشكل منتظم فقط يبقى الإشارة إلى أن هناك نوع من كما يقولون الارتباط ما بين المسألة التي كنا قد تحدثنا عنها في مسألة مفهوم الوجود أنه مشترك معنوي وهذه المسألة فيلزم مننا التدقيق والمباحثة في هذا الأمر بشكل دقيق حتى نصل إلى معنى كما يقولون إلى معنى هذه المسألة وكيفية الرد عليها فقط نقف في المحطة الأخيرة نقف عند المقصود وما هو المقصود عفوا بمعنى ذق من زيادة الوجود على المهية نلاحظ أن أول مطلب وقف عنده المصنف وبيّنه المصنف وماذا هو تفسير زيادة الوجود على المهية أو كما يعبر عنه بعروض الوجود على المهية إذ أن ماذا يقول الحاصل أن الوجود عرض على المهية وأن المفهوم الذهني لكل واحد منهما مختلف ماذا مختلف عن الآخر وبالتالي هذه المسألة كما نراها أنها ماذا مرتبطة بمفهوم الوجود وليست مرتبطة بالجهة الواقعية بالجهة الخارجية بالجهة العينية للوجود وبالتالي ماذا وبالتالي وبالتالي هنا يقول كقصد أن هذه المفاهيم المهوية من قبيل مثلا إنجاز التعبير لو أتينا إلى بعض المفاهيم مثلا مفهوم ما هي النار أو الهواء أو الماء وما شابه ذلك كل منها كل منها لها مفهوم مفهوم على مستوى المهوية مختلف عن ماذا عن الآخر وبالتالي مفهوم الوجود أيضا في هذه المفاهيم المهوية كذلك مختلف عن ماذا مختلف عن الآخر وهذا التفسير وهذا التوضيح في الحقيقة هو ماذا هو لرد هذه الفكرة أو هذه الشبهة وإن شاء الله في مباحث أخرى قادمة سيكون هناك إثبات لأن الوجود أصيل والما هي مفهوم اعتباري وبالتالي بالتالي هو كما يقولون في الحقيقة هذه المهوية عارضة على الوجود مع أن نقول في هذا الفصل أن الوجود هو الذي عرض على ما هي هذا كما نقول مفهومان متعارضان كل ينفي الآخر لكن إن شاء الله في الجلسات القادمة سيكون البحث حول هذه المسألة فقط من بابي أن نذكر جوابا لهذه المسألة أن الجواب هنا سيكون إن شاء الله مرتبط في البحث القادم بأن هذا الجواب عليه هو مرتبط بواقعية الوجود وبالتالي هذا راجع إلى مفهوم الوجود وإن شاء الله سيكون لدينا جلسة قادمة توضح هذه المسألة بشيء منظم ومركز حتى نخرج إلى الرجوع إلى الأدلة التي ساقها المصنف ومن ثم إن شاء الله نبني على شيء مقتضاه آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة